بتحضر ازاي بقى الموسم والصيف يعني الصيف والحفلات وانطلاقة كبيرة طول الصيف ولسه احنا الصيف مكمل هنا خصوصا في مصر انت عارف احنا بنقف المتأخر شوية في الصيف عارفت مؤخرا بصراحة مع انه انا بجي عمصر من 25 سنة بس دايما في انه ما شاء الله بيسهروا كتير وبيحبوا الصهر كتير شوية انا بلبنان بطلع بدري على المسرح وبخلص بدري وبسحى بدري بس هون بمصر تعودنا طبعا على السلام ان شاء الله بيضلوا انفرحانين ومبسوطين وبيهيسوا وبيفرحوا وبيسهروا شو بدنا احلى منها حفلات في مصر ليها مضاق مختلف تفاعل الجمهور المصري معاك وفي الوطن العربي عموما كل الناس بتحب رمي عيش تحب اغاني رمي عيش وانت لسه حلوين حلوين مكسرة الدنيا فبيتبقى شايف ده الزي ببقى فهور في يعني لما بتروحي على لبنان بتلاقي مثلا حب الناس لقالك هذا شي بيفرح لك قلبك بس انا لي وقت طويل انا بمصر وبحس حالي مصري صدقيني يعني انا بحس حالي مصري بمصر لانه بيتعاملوا معي على اني ابن البلد وبيحبوني هيدا الحب الحقيقي والحب متبادل طبعا فهيدا شي بفرحني كتير وبيعطيني حافز دايما لأعطي اكتر وبحب انهم بيميزوني انه انا شخص بقدر غني طرب بس بسات الوقت بنقدر نعمله بستايل يونج جنريشن والشعب المصري بعده سميع هدير صدقيني بعده سميع كتير ومتمسك بالطرب ولكن طبعا الفن موجات فيه موجي بتروح وموجي بتجي بما انك تكلم عن شعب المصري اكتر حاجة بتلفت نظرك فينا ايه وبتاكل اكل مصري ولا لأ لما تجي هنا شوفي انا اكلي خضرة كتير يعني متجه للأكل اللبناني اكتر اذا بدك يعني مش بالضرورة صحة بس بحب انا ابن جبل لاني انا كل شي زيتون وزعتر وركة وخضرة وبندورة وطماطم يعني هذا اكلي انا بحب كتير الاكل الجبلين بعيدة شوية عن الاكل المحشي وهيك بس طيب كتير يعني حلو ميكلت ملوخية وحمام وليس طبعا بموت فيهم انا انا كل اصحابي بمصر اول ما اروح اول حاجة بعملوها الملوخية والحمام يعني بحبهم بس مش على ديلي بيس زيان